اكد معالي السيد احمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس النواب ان الرؤية الملكية السامية والنهج الحكيم والرؤية الثاقبة من ملك البلاد المعظم وضعت مملكة البحرين في مستويات متقدمة في العمل الديمقراطي والممارسات الحضارية جاء ذلك بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية حيث اكد معاليان مملكة البحرين حققت انجازة ديمقراطية رائدة منذ انطلاق المشروع الاصلاحي وتتشين ميثاق العمل الوطني وبارادة وطنية حرة ودستورية مشيرا الى ان الديمقراطية في المملكة غدت ثقافة مجتمعية اصيلة وتشهد مشاركة شعبية وممارسة قانونية ذات اوتور دستورية زاخرة بالانجازات وحافلة بالنجاحات وتحطى بثقة وتقدير المجتمع البرلماني الدولي واكد رئيس مجلس النواب ان البلاد تسير بخطة منهجية ديمقراطية ثابتة ومشاريع مؤسسية حضارية متميزة اعلت من شأن الممارسات الديمقراطية وساهمت في ترسيخ الثقافة الديمقراطية في كافة مناح الحياة مشددا على حرص المجلس النيابي بالتعاون مع مجلس الشورى والحكومة في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية الى تعزيز قيام العمل السياسي القائم على مبادئ الميثاق والدستور واحترام سيادة القانون واستقلال القرار الوطني اشتركوا في القناة